موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم حالة جديدة مع عملكم النهاردة أحمد حمدان هنتكلم النهاردة عن ازاي تقدر تفعل خاصية الماك فلتر لأي جهاز من شركة تيبي لينك طبعا باختصار كده خاصية الماك فلتر دي خاصية بتبقى موجودة في أجهزة الراوترز أو المودم المختلفة أو الاكسس بوينت بتبقى من حقك تسمح لأجهزة معينة أنها تخش على الانترنت ومن حقك تحذر أجهزة معينة يعني بمعنى صح أنا التليفون عندي في البيت والباسورد بتاعي مثلا وليكن من واحد غاية تسعة وحد تاني عارف الباسورد ده بيجي يخش فكده هيدخل زي وزي على الانترنت بتاعي لأ هنا بقى أنا ببقى حاطط للراوتر بقول له لأ جهازي أنا بس اللي يعدي وهو عارف الباسورد أي جهاز تاني عارف الباسورد ما بيعرفش يدخل الشبكة يبقى احنا قدرنا نسمح لأجهزة معينة ونرفض أجهزة معينة حتى لو كانوا عارفين الباسورد هي دي خاصية الماك فلتر باختصار طيب أجهزة تيبي لينك من أنواع مختلفة فيها للموضوع ده أنا مش رختوش قبل كده إزاي نقدر نفعل خاصية الماك فلتر على أجهزة شركة تيبي لينك أو لو عندك اكسس بوينت تيبي لينك تنمية واربعين أو أي اكسس بوينت تانية قيمة الماك فلتر دايما بنلاقيها في كلمة على الجنب هنا كده وبنلاقي هنا في حاجة اسمها هي القيمة بنلاقي فيها حاتين لإما يعني ممنوع لإما اللاوي يعني مسموح خلاص لإما ممنوع لإما مسموح وممكن نقول يعني دي القيمة السودة وممكن نقول القلاو دي القيمة البيضة خلاص عشان تبقى فاهم دايما الماك فلتر يعني طيب أنا دلوقتي يا جماعة عايزة أشغل خاصية الماك فلتر أعمل ايه بسيطة خالص هتسيب دي على قلاو يعني أي حد هيبقى في القيمة دي هيبقى مسموح انه يخش خلاص اللي هي بس وحاجة فوق هنا اقول له انا شغلت خاصية كده اللي فوق دي دي بتشغل خاصية اجي تحت هنا بقى ابدأ اقول له انا عايزة اضيف تضيف مين تبدأ تجيب تجيب بقى تليفونك تحطه هنا بالزبط خلاص بس كده وهنا تكتب وصف دي بتقول له سيف بس كده اي حد بقى هينضف القيمة دي هيبقى مسموح انه يخش انترنت ده هل الكلام ده ياسري على الجهاز ده بس لا او على اكسس بوينت تمنمية واربعين نفس الشكل برضو او اغلب اجهزة نفس الوضع اه طيب نيجي برضو الجهاز تاني جماعة اللي هو اه تسعة تسعة ستين خلاص ده اه مودم راوتر تسعة 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 ستين نلاقي في موضوع اه بالنسبة له فين للوايرلس هنروح لو بينا هنا قلنا وروحنا على مش هنلاقيها موجودة بنلاقيها فين يا جماعة بننزل تحت عند كلمة بقى بنقى فوق على وبعدين بنلاقي في حاجة هنا اسمها اكسس كنترول خلاص بتلاقي فيها يعني هي اعتبر هو هو نفس الفكرة بس الموضوع مختلف شوية هنا بقول لك اكسس كنترول دي لو عايز تشغل الفلتر هنا قال لك في حاجة اسمها بلاك لست وايت لست يعني قايمة سودة وقايمة بيدة حنسبع قايمة البيضة واعلم هنا فوق تشغيل اي حد حنلاقي في قايمة القايمة البيضة دي هيبقى شغال نت خلاص طيب انا هسيبها على ويت وياجي هنا اقول له اد واعمل سكان هيقول مسلا دا تليفوني اهو تحت انا ندخل واي فاي هقول له سيب كده خلاص اللي محطوطين في القايمة دي هم هم اللي هيشتغلوا اه انترنت اي حد غيرهم ممكن يخش بس ما يدخلش يعني هيخش على الجهاز اه بس مش هيلاقي في عنده انترنت ده بالنسبة للمك فلتر بالنسبة للراوتر تسعة تسعة ستين او نفس ده ممكن تلاقوه في اجهزة تانية لتيب لينك فانا اتعمد تشرح لتنين عشان انت تبقى فاهم الفكرة طبعا ودي نرجعت لك يعني يا رب شرح يكون عجبكم ما تنساش تضغط على المسا بس كرايب الحمرة دي ويتفعل الجرس من جنبه عشان يوصلك كل جديد يا رب شرح يكون عجبكم امان مرة وكان معكم احمد حمدين عديل لئك معا الله على خلص تيال السلام عليكم